الحالة البدنية لللاعب على حسب رؤيتك هل هو جاهز بنسبة 100% أنه يبدأ الموسم مع النادي الأهلي ولا يمحتاج بعض الوقت نعم بكل تأكيد ولكن كولر شخصيا لابد علي أن يقرر ذلك أعتقد في هذه الأيام سوف يقرر مستر مارسل كولر عما إذا كان هو في الحالة البدنية والفنية المناسبة للانضمام للفريق والسكواد بكل تأكيد أو للقائمة للتحاق بالمباراة الأولى القادمة أنا أعتقد أنه درب كولن لفترة طويلة في ألمانيا ويعلم جيدا البوندسليجا على معرفة كبيرة جدا بكل الفرق هناك بكل الأجواء والأحوال ويعرف أيضا مؤدسط ويعرف اللاعبين مودسطه أيضا واحد من اللاعبين الرائعين البارزين كمهاجمين من المهاجمين البارزين في ألمانيا وبكل تأكيد علاقة كولر بكله وعلاقة كولر بمودست أعتقد أنه wasn't جديدة فهو على علم كامل به وبكل الأجواء هناك فأعتقد هذا سوف يساعد كله أيضا في اتخاذ قرار سريع وهو على علم ذلك باللاعب بكل تأكيد من ناحية الفنية والبدنية وأنا أعتقد أن مودست سوف يظهر بشكل رائع وسوف يقدم مستوى قوي جدا مع النادي الأهلي هل تحدث معك مودست حول عرض النادي الأهلي هل تحدث معك حول قراره باللاعب في القرى الأفريقية وفي مصر ومع النادي الأهلي هل أخذ برأيك لا لم يتحدث معي عن هذا العرض نحن تبادلنا الحديث بشكل عام عن المرحلة القادمة عن التدريب ولكن عن العرض النادي الأهلي لم نتحدث سويا عن ذلك كان كل الحديث هو عن التبادل الخبرات والاحتكاك مع فريقنا الصغير في ألمانيا هل حدثك عن عرض أخرى قبل عرض النادي الأهلي للأسف لا هذا كان ليس الموضوع الأهم في محادثتنا المستمرة نحن نعمل سويا ولكن مثل هذه الأمور ومثل هذه العروض لم تكن موضوعنا في الحديث بيننا بكل تأكيد هذه مواضيع كما تعلم شوية سرية ولكن هو احتفظ بها لنفسه تلقى موندست بعض الانتقاطات من كل من الجماهير المسرعة والمتابعين حول عمره 35 عام هل تتوقع أن اللاعب يستطيع في هذا العمر أن يقدم مستوياته المعتادة في الموندستليجا خلال فترة المضاية مع النادي الأهلي هذا الأمر لا يتعلق بالعمر وإنما يتعلق بجودة اللاعب هذا لاعب مهاجم عليه أن يحرز أهداف وهذا ما يمتاز به مدس نحن هنا لا نركز على مثل هذه الأمور الموضوع في ألمانيا أو في أوروبا مختلف تماما نتحدث طبعا عن سرعة اللاعب عن قوتيه البدنية وهذا لاعب مهاجم أعتقد هذا لا يعني هذا لا شيء من وجهة نظري العمر مجرد كما تحدثت العمر ليس فيما معناها بالنسبة لي كمهاجم لا ننظر إذا كان هو 35 أو 36 أو 34 عام هو لاعب يمتلك جودة قوية وجودة رائعة وأيضا يمتلك شخصية رائعة وشخصية قوية وهذا ما ظهره مدست في العوام الأخيرة في ألمانيا